فكرة ان الانسان الابيض احسن من كل الاجناس التانية خلت الامريكان لما اكتشفوا الدهب في ولاية كاليفورنيا في 1849 ان هما يتعاملوا مع المية وخمسين الف هندي احمر اللي كانوا موجودين في الكاليفورنيا بكل وحشية فقالوا للناس اللي عاوزين ينقبوا على الدهب ان اي واحد فيهم يقتل هندي احمر فالحكومة هتعوضوا عن ثمن الزخيرة اللي استخدمها وبالفعل الامريكان قتلوا اكتر من مية وعشرين الف هندي احمر ده حتى حيوان البيسون اللي هو الهود الحمر كانوا معتمدين عليه في الاكل واللبس مسلمشوا من شرهم وقعدوا يقتلوا فيه حتى كاد ان هو ينقلت تماما بس ازاي تقنع حد ان هو ينزع صفة الادمية عن شخص تاني في اوال الستينات من القرن العشرين الباحثين بيرنارد ووتنبيرج وريدل طرحوا نظرية اسمها نظرية الوعاء او compartment theory وكان الهدف منها ان هي تشرح ازاي ممكن الانسان يعمل كده النظرية بتقول ان الانسان قادر ان هو يخلق وعاء وهمي في دماغه بحيث ان هو يتعامل مجموعة ما برس لوكه الطبيعي الانسان بطبيعته بيكون عاوز يبص لنفسه بصة ايجابية والوعاء الوهمي ده بيحميه من ان هو يبص لنفسه بصة سلبية الوعاء ده بيعمل اربع حاجات اول حاجة ان هو بيحط حيطة بينه وبين الضحية بحيث ان هو بيبص للضحية مش على انه انسان ولكن انه عدو وما يرقاش ان هو يكون بني ادم